العمليات الاستباقية ضد الشبكات الإرهابية استراتيجية مكنت المصالح الأمنية المغربية من إحباط العديد من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهدف نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة أزيد من 155 خالية إرهابية جرى تفكيكها منذ سنة 2002 حوالي 50 منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر لسيما المنطقة الأفغانية الباكستانية وأيضا سوريا والعراق ومنطقة الساحل هذا العمل للسباقي يمكن كذلك من توقيف ما يقارب من 2885 شخصا كما ساعد على إحباط أزيد من 324 مشروع عمل إرهابي خطير العديد من المدن المغربية كانت مسرحا لعمليات توقيف عناصر ينتمون لأخطر الخلايا الإرهابية شبكات تضم العشرات من الأشخاص من مواطنين محليين وأجانب نجحت الضربات الاستباقية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية في الإيقاع بهم وتؤكد التقارير الاستخباراتية أن بعض المشتبه فيهم كان ينوي الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف في ليبيا لاكتساب مهارات قتالية ومن ثم العودة إلى المملكة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية اشتركوا في القناة